اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الذي أقيم في لاس فيغاس بالولايات المتحدة طبعا القائمون على هذا المعرض الذي يعد الأضخم في العالم في مجال التقنية إن عدد الزوار فاق 170 ألف شخص توزعوا على مساحة عرض قاربة مليوني ونصف المليون متر مكعب إضافة إلى مشاركة أكثر من 3800 شركة عرضت أحدث اختراعاتها وابتكاراتها طبعا أعود أن أرحب بك معنا محمد في الستوديو يعني خبرنا عن هذه التجربة في لاس فيغاس عن هذا المعرض الضخم لو تطلعنا على القليل من الأرقام بالفعل يعني هذا المعرض يعد ربما المعرض الأكبر الذي أتواجد فيه شخصيا يعني كنت حاضرا في CES المعرض ضخم جدا وكان يمكن أن يقال أنه يشمل تقريبا مدينة لاس فيغاس كلها يعني كان الانتقال من معرض إلى معرض ومن قاعة إلى قاعة مجهد كثيرا مشاينا أنا والمصور شفيق غفري ربما عشرات ألاف الأمتار يوميا لكي نأتي بأجمل القصص التقنية التي سنعرضها خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج الصباحي ويعني المعرض كان هائلا عدد التقنيات التي عرضت والابتكارات يعني مهولة رسلا بأن هذا المعرض محمد هو من أبرز المعارض العالمية تتنافس فيه كل الشركات المعنية بصناعة الهواتف صحيح الهواتف كمبيوترات روبوتات كل ما إلى ذلك ما أبرز الشركات التي ربما عرضت شيء فريد من نوعي هذا العام في المعرض يعني اللافت في معرض CS أنه لا يقتصر على الشركات الكبرى يعني بالإضافة إلى كبرى شركات التقنية مثل انتل سامسونج الجي وغيرها من الشركات هناك الشركات الناشئة التي تسعى للحصول على التمويل الجماعي بهدف تحويل مبتكراتها المستقبلية إلى أمر واقع يعني كان هناك ربما أكثر من 500 شركة ناشئة عرضت أحدث الابتكارات في مجالات مختلفة بهدف جذب الشركات الكبرى لكي تقوم بتمويلها وبالتالي تحقيق النجاح والاستمرار كان لافتا مشاركة شركة انتل في المعرض الشركة الأكبر في العالم وهي الجناح الخاص بها كان الأكبر في المعرض عرضت تقنيات هائلة واللافت في شركة انتل أنها ربما تعمل كشركة ناشئة ليست كشركة كبرى بمعنى أنها تدعم الشركات الصغيرة وتعرض التقنيات والمبتكرات والأجهزة الإلكترونية الحديثة التي قامت بطرحها على سبيل المثال شهدنا السيجوي وروبوت في نفس الوقت الروبوت متحول إلى جهاز يمكن أن يسير به الفرد بشكل كهربائي محمد بالحديث عن الشركات الناشئة تحدثت عن أكثر من 500 شركة ناشئة كانوا في هذا المعرض هل الغالبية كانت للشركات الصينية؟ لأننا نرى أن التطور أصبح هائلا في السوق الصيني بالفعل كان هناك مشاركة فعليا لا أستطيع أن أحدد ما هي جنسية الشركات التي كانت مشاركة لكن الحضور الصيني في CS 2016 كان بارزا جدا الحضور الفرنسي أيضا كان بارزا في المعرض ولكن بالحديث عن الشركات الصينية ربما يمكننا أن نتحدث قليلا عن طائرة إيهانك وهي أول طائرة من دون طيار قادرة على حمل شخص يعني بإمكان هذه الطائرة أن تنقل الفرد من مكان إلى مكان وهي غير مسيرة بمعنى بإمكان الفرد أن يدخل إلى هذه الطائرة وهناك جهاز لوحي في داخلها بمجرد من خلال تطبيق بإمكانه تحديد المكان الذي يريد أن يتوجه إليه وستقوم الطائرة بإيصاله طبعا الطائرة لا تزال في طور التجربة والشركة عرضت النموذج الأولي هي شركة فرنسية؟ هذه شركة صينية شركة صينية في الولايات المتحدة ما زال أمام وقت طويل ومشور طويل أن تحتاج الموافقة طبعا مشكلة الموافقة مشكلة البطارية يعني اليوم الطائرة بإمكانها أن تطير حسب الشركة 23 دقيقة فقط وبالتالي المسافة التي يمكن أن تصل إليها ليست كثيرة لكن كما قال لنا أحد مؤسسي هذه الشركة هم يتطلعون إلى المستقبل لأنهم يرون أن مستقبل المركبات والتنقل سيكون من خلال هذه الطائرات وليس من خلال السيارات هذا المستقبل ربما البعيد ولكن المستقبل القريب محمد كنا نتحدث منذ فترة عن السيارات ذاتية القيادة وأعتقد هذا هو ربما التوجه الجديد سنشهده أكثر في هذا العام صحيح خلال معرض سي أس هذا العام استحوذ موضوع أو مجال السيارات الذكية وذاتية القيادة هذا حلمي بصراحة اهتمام الكثيرين وبدأنا نشاهد بالفعل هذه التقنية التي كانت ربما نتحدث أنها مستقبلية يبدو أنها اقتربت كثيرا من أن تتحقق لديك أيضا تحديات كبيرة أمام هذه التقنية منها القرص فناول صحيح القرص موجودة في كل شيء ولكن في موضوع السيارات هناك تطور كبير هناك تعاون متوقع بين شركة فورد وشركة جوجل بهدف صنع سيارة ذكية أو ذاتية القيادة شركة أبل على الأرجح ستقوم بالكشف عن سيارة ذكية أو ستدخل هذا المجال خلال الأشهر أو ربما السنوات القليلة المقبلة أنفيديا على سبيل المثال خلالها هي شركة معروفة في صنع بطاقات الجرافيكس كارد أو الرسوميات الخاصة بالفيديو جيمز على الكمبيوتر كشفت عن جهاز كومبيوتر خاص بالسيارات ذاتية القيادة هذا الجهاز تقول أنه بمثابة ربما بقوة 150 كومبيوتر ماك جهاز واحد سيكون موجود في السيارة وسيكون قادر على تنفيذ 24 تريليون عملية حسابية في الثانية سنعيش في السيارات بعض مثل هذه الكمبيوترات ربما محمد من خلال ما شاهدته في لاس فيغاس كيف هو مستقبل التقنية في العالم؟ من الواضح أن مستقبل التقنية يقبن حاليا في أجهزة الاستشعار هذه الأجهزة التي يمكن أن تدخل إلى أي جهاز أو أي شيء حتى وستحوله إلى جهاز ذكي بإمكان اليوم دخلت في مجال الرياضة بالإمكان من خلال مستشعر صغير أو جهاز استشعار صغير وضعه في كرة سلة في الطابة وسيقوم هذا المستشعر بحساب جميع الأمور المتعلقة بهذه الرياضة سيخبر الرياضي كيف عليه أن يرسل الكرة كيف عليه أن يمرر كيف عدد المرات التي قام بإدخال الكرة في السلة لا أعرف إن كانت فعلا التقنية تسهل أو تعقد الأشياء هذا سهل أتحقق لهم جدا والخطر الأكبر أنه في وقت كل شيء يتحول إلى الإنترنت يبقى موضوع القرصنة هو التحدي الأكبر الهاجز الأكبر لدى جميع المستخدمين محمد مضيت أسبوع كامل في هذا المعرج شهدت الكثير حدثنا ربما باختصار لأن هناك الكثير مما ستحدثنا عنه هل لدينا ربما تقارير تغطية الأسبوع المقبل عن هذا المعرج طبعا سنكون مع مجموعة كبيرة من التقارير التي ستتناول أهم التقنيات ومنها موضوع هذه الطائرة موضوع أجهزة الاستشعار التي يمكن أن تستخدم من قبل الرياضيين لتحسين قدراتهم السيارات الذكية السيارات الذكية وموضوع الفيرتش والريالي الوقع الافتراضي وغيرها الكثير مجالات كثيرة صحة طب رياضة كل شيء وطائرات وروبوتات شكرا جزيلا لك محمد أكيد سنكون في انتظار كل هذه التقارير زميل محمد أنتر شكرا